بسم الله الرحمن الرحيم بناتي وابنائي العزاء اهلا بكم مع محاضرة جديدة من سلسلة محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجيناتك ان شاء الله نكمل مع بعض السكن وناخد مع بعض الجلانس والجلانس سهلة جدا لان احنا نتكلم بس مجرد ان احنا نتكلم كمتين عن سويت جلاند وكلمتين عن سبيشاس جلاند الاول بس نعرف يعني جلاند هي مجموعة من السلس بتتفق مع بعضها في عملية السكريشن فوظيفة الجلة اسمها السكريشن هذه السسلس هي قليل الخلايا جاية من السرفس قليل في يحصل لتحت ان تاخد بعضها وتنزل لتحت وهي متصل اب ruth وابد ارب 是 قليل وبعدين تبدل تنزل 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 بالبيسل لامنة بتاعت السلس بتنزل تنزل لحد ما تنزل في الكنكتو الطائرة ą ايا كان اسمه لما تلاقي انجم جدية انتجتر عملية السكرشن هتفضل متصلة بالسيرفس؟ حسنا حتى تتصل بالسيرفس عن طريق الدكت وبالتالي السيفيد التي تخبطها هتصل للسيرفس عن طريق الدكت فنسمحها X-ucry Exo يعني خارجي ممكن تكون موجودة في السكين و ممكن تكون موجودة البؤية تتطلع على السليبة ممكن تكون موجودة في السوفيجس تصليع على الميوكس ممكن تكون موجودة في الستومج تصليع على الجوز ممكن تكون موجودة في السمول انتستن في البنكرياس في الليفر كل دي عبارة عن اكسوكراين جيلانز ولا هتاخد بعضها وتنفصل تماما عن السيرفس وتعمل كورة او كولكيعة او استراكشور جديد تحت السيرفس ابثيليم لكن منفصل تماما عن السيرفس ابثيليم طب السيكريشنز اللي هتطلعها هتروح فين هتروح للبلد نقوم نسميه ايه نسميها اندوكراين جيلاند يبقى كل الغلاند اصلها سيرفس ابثيليم تفضل متصلة بالسيرفس نسميها اكسوكراين تماما عن السيرفس نسميها اندوكراين الجيلاند الوادامي دي اكسوكراين جيلاند لو اشوفها بالشكل ده هتلاقيها طبعا ممكن تكون سيمبل زي ما احنا شوفناها ممكن تكون كومباون زي ما احنا شايفينها دلوقتي لكن هذه الخلية تحافظ على الخلية على شكلها مكعب بالشكل ده هتقوم هي معدية من خلال السلممبرين هتعد من خلال السلممبرين وتحافظ على الخلية زي ما هي دي بسمها ميروكراين سيكريشن والجلاند بسميها ميروكراين جلاند لا يوجد نوع من السيكريشن اسمه ميروكراين سيكريشن لكن دي موضوك Develop with this transcription اما لو كان السيكريشن علشان تطلع من الخلية وليس عارفة تطلع غير لما تشيل السلممبرين أو تاخد السلممبرين معها دي بسميها أبوكراين سيكريشن أسميها أبوكراين سيكريشن ليه؟ لأنها تأخذ الإبكس معها يبقى الخلية عبارة عن مكعب بالشكل ده وإنصالها تقوم هب واخد الإبكس معها وتسيب نيوفرس وبقيت السيتولازم وبقيت اللاتر السيركس والإبت والبيزل سيركس موجودين يبقى كده بسميها أبوكراين جلاني وأبوكراين سيكريشن يبقى لا يوجد نوع من السيكريشن لكن هناك مود بالسيكريشن اسمها أبوكراين سيكريشن يبقى الطريقة للسيكريشن أحيانا بقى السيكريشن تبقى فيسد قوي أو ناشفة قوي أو غليظة قوي لدرجة من الخلية علشان تطلع السيكريشن لازم تضمع نفسها وبعدين تبدأ تكون نفسها مرة تانية أو يبدأ يحصل للسلزل اللي برا علشان تعملي خلايا جديدة لكن أنا علشان أعمل السيكريشن إيه اللي حصل للخلية الخلية اتضمارك سميها هولوهولو يعني كل الخلية هولوكراين سيكريشن يبقى أحيانا السيكريشن تعدي من خلية السيكريشن أحيانا تاخد معاه أبوكراين سيكريشن وأحيانا تكسر الخلية كلها أسميها هولوكراين سيكريشن لو افترضنا أن المنظر الجميل ده قدامي يبقى ده وده أو ده وده وده عارفين أنتو طبعا الفاظة الجميلة دي الجزء اللي تحت ده هنسمي متبطن من جوه بسيكريشن ستوقع في نص الفاظة اللي بسميها اليومين وبعدين أطلعها من الفاظة بإيه بالكونداكتينج بورشن اللي بنشوفه فوق الفاظة بالشكل ده هلشان كده لو اخد سيكشن هلاقي الجزء اللي تحت ده مليان سيلز بتعمل السيكريشن والسيكريشن سي تتجمع هنا في الحتة اللي في النص اللي بنسميها اليومين وبعدين تطلع من الجزء ده اللي بنسميه الكونداكتينج بورشن أو الدكت نعايزين نقسم الجيلاند مرة تانية علشان لما تقابلنا في السكين أو في أي مكان تاني يبقى احنا اخلصنا من حكاية الجيلاندس دي الجيلاندس عموما يا إما سيمبير يا إما كومباون يا طرى أنا راسم ايه الكونداكتينج بورشن ولا سكريتور بورشن واضح طبعا انا راسم الكونداكتينج بورشن يعني ايه سيمبل واعني fabric معايا يا دكتر بالراحة كده وببساطة جديدة لو كانت ليها دكت واحدة بالشكل ده يبقى اسمها ايه سيمبل طب لو الدكت فادت تطفرع عندي يبقى اسمها ايه KONFOG يبقى لو اقولك الجلند الفلانية simple gland أو الجلند العلانية compound gland يبقى ذهنك يروح عند إيه؟ يروح عند الكمباكتينج بورشا. طب استكريتر بورشا ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون تيوب بالشكل ده ممكن يكون كورة بالشكل ده ممكن يكون تيوب وآخرها كورة بالشكل ده لو كانت تيوب هنسميها تيوب لو كانت كورة هنسميها ألفولار أو أسينار لو كانت لتنين مع بارة هنسميها تيوبولو ألفولار أو تيوبولو أسينار شفت الكلام سهل إزاي؟ تبقى الجلند اللي اسمها هي simple teobular gland simple alveolar gland simple teobular gland simple teobular gland هنسميها كمان ماشي لكن هنلاقي السيكريتر بارت جزئيتين فتبقى branch gland simple branch simple branch alveolar gland simple branch simple teobular gland simple teobular gland simple teobular gland بس coiled فنسميها simple coiled teobular gland يبقى simple gland نفس الكلام هل سيكريتر بارتها هيبقى teobular نسميها compound teobular gland أو teobular gland مدي الشغائرة على biom Hussein الأ accommodate لنرجع أيضا الأم نتعدي رقم هكذا الأم فهو عن الطاقة تانية لو اركز فيها كده اشوف فيها السويت جيلاند والسبيشاس جيلاند وشوفها نريب ينجز وكل الاسكن الحقيقة يعني. الايكراين جيلاند او الميروكراين جيلاند دي موجودة في الدرمس في السيكسكن والسينسكن. عددها كبير كده. طبعا في السيرموريجوليشن لو انت لقيت مرة في الابجيكت بزيت تاعتك سيرموريجوليشن اركز على الايكراين جيلاند. بتفرز حوالي من لتر لعشرة لتر من العرق كل يوم. طبعا اللتر دي الناس العادية لزينا لكن لو انت بتشتغل او حد قريبك او صديقك بيشتغل في مكان حر في الصحراء قدام فرن في ورشة كلام من ده ممكن يوصل لعشرة لتر في اليوم وبالتالي لازم طبعا يعمل سبستيوشن يعني يشرب سوايد. زي ار سيمبل كيلد تيوبير جيلاند مش هشرحتين زي ار ميروكراين جيلاند مش هشرحتين. يبقى دي اللي هي يمين الايكراين جيلاند. يبقى الايكراين جيلاند موجودة فيه موجودة في كل الجسم. لو اشوف السيكريتو ريبارت قال ايه عبارة عن ايه عبارة عن سيمبل كوبواجدال ابيثيليا. هذا ابيثيليا من نوعين. يا اما كلير يا اما دارك. فيه كلير سيل وفيه دارك سيل. الدارك سيل بتفرز الميوكس. والكلير سيل بتفرز الميوكس. طبعا فيه بره باز من تيمبرين زي ما اتفقد. لكن الاحظ ان التو تايبز اوب سيلز ما بيوصلوش للسيمبرين. ليه؟ علشان في عندي نوع ثالث من السيلز بسميه الميوكسيليا السيلز. الميوكسيليا السيلز بالزبط بيبقى عامل زي ايدي كده. لو قلنا دي دي بقى مش خلية. دي عبارة عن مجموعة السيلز اللي احنا سميناها. فوليكل أو طيوب. هي سيمبل طيوب لارجاند. في شكل طيوب. لكن هتيجي مجموعة الخليج اللي اسمها الميوكب. سيلز تلف حوالين السيلز بتاعة هذه الفوليكل من تحت كده. تاخدها في حضنها بالشكل ده. علشان تنضغط عليها مطلعة سكريشي. هتضغط على الخليج وتضغط على الفوليكل اللي هتضغط على الفوليكل. علشان كده مجموعة لكل خلية الخلية بتاعيتها لا للفولك اللي على بعضها مجموعة من السلز عاملة كده بالشكل ده والفولك الجواد قم ضغطه مطلع استيكليشان دي بسميها مايو ابيثيليل سيل وقلنا مايو ابيثيليل سيلز ده ابيثيليم بيشتغل شغلانة تانية غير شغلانة ايه هي الشغلانة الجديدة اللي هي كونتراكشن وريلاكسيشن يبقى اذا موجود فيه موجود فيه الأكتين ومايو سيل وموجود عليه ريسبتور للأوتونوميك نيربر سيستم دي بسميها المايو لا يصنعية الرياضي بالضبط هي دي مال النوع الاول يسميه يفرز الميوكس. النوع الثاني يسميه يفرز الوطر. الحاجة الثالثة مجموعة من السلز برا الكلام ده كله بسميها ميو إبيتيل السلز. بعد كده بتيجي ترفي حوالين الكلام ده كله. لو بشوفها في السيكشن بتاعها سهل جدا. مارستك لوتر بورشان وده كوندكتنج بورشان وده التأكد فيها السيكشن مش لازم يعد على الاثمين مع بعض. هيعد مرة على الكويل يقطع فيه السيكشن. يخلي راوندك بالشكل ده. يبقى ده كوي. دي جزء من الكويل. دي جزء من الكويل. دي جزء من الكويل. دي جزء من الكويل. وهكذا. وبعدين يقوم قطع للدكت بالشكل ده علشان ألاقيها في الآخر بتفتح على السيرفس عن طريق بورش. اهو دي كوندكتنج بورشان. عبارة عن اي بارده هي عبارة عن انبوبة متبطنة من جوا بكوبويدا. سيمبل او استراتفايد؟ لا استراتفايد كوبويدل إبيثيل يعني استراتفايد يعني مور زان وان لير ادي لير و ادي لير لكن في فراغ جوه علشان ينقل السيكريشن لبرا الجيلاند يبقى الايكراين الجيلاند فيها سيكريتري بورشن و كوندكتينك بورشن قلنا في السيكريتري بورشن فيه كم نوع من انواع السيلس قول صح ثلاثة النوع الاول نسميه دارك سيل ودي برامدل سيل زي ما انا شايفين الدارك سيل الايكس العريض والبيز و نارو عكس الكلير سيلز خلاص السيكريشنز بتاعتها بتفرز نيوكس عشان كده بلاقيها دارك والكلير سيلز عكس الاولانية البيز عريضة والإيكس نارو السيكريشنز بتاعتها بتفرز ايه؟ بتفرز الووتر ومعها الايوانس خصيتم اللازم بيه ليه علشان فيه جلايكوجن والجلايكوجن بيدوب منه أثناء تحضير الشريحي يبقى بتفرز الووتر أو الووتر السيكريح المائو بيثيل السيلز قلناها المائو السيلز دي موجودة ما بين التو طايب سيلز اللي هي الدارك والكلير وبين البيز اللامنة الفانكوشن بتاعتها انها تعمل كونتراكشن علشان تطلع السيكريشنز اللي جوه السيلز دي أو تساعد السيلز دي في عملية السيكريشن الكنداكتينج بوشن بيكو من ايه بقى الكنداكتينج بوشن؟ قلنا انه هو عبارة عن نارو تيوب بتتكونكت النقطة الأولانية ما هيش موجودة في كل الجسم لكن دي موجودة في الأجزلة الأجزلة اللي هنا وفي البريست والبيوبك والبرينيال ريشن طيب الكنداكت بتفتح في الهير فوليك أما الكنداكت بتاعت الإكراينج لاندك هي بتفتح فيهن في السويل بورف بالزبط كده الفانكشن بتاعتها بتبدأ أفتر بيو بيرت أما الفانكشن بتاعت الإكراينج لاندك بتبدأ جاست أفتر بيرت هنا كلادي فيسكاس أو در لاستكريشن بالميروكراين أو بالأبوكراين ؟ هنشرط دلوقتي الشخ KNIGHTF اللي بتحصل ما بين السادر العلماء ما بين الأبوكراين وما بين الميروكراين لكن في ناس Tablet بتقول Britney southernced lights بcaX withRS Megabria دي لما يحصل في البكتيري عايز اقول لك ان الواكس اللي موجود في الاير والعماص اللي موجود في العين اصله اسمها ابوكراين سويت جلانس هي دي الخناء اللي هي ما بين استاد العلماء عن طبيعة السيكريشان اللي بتطلع من الابوكراين سويت جلانس طبعا هي اسمها ابوكراين سويت جلانس مش هيتغير اسمها لكن طريقة السيكريشانز بتاعتها لو انت قررت براجراف ده هتلاقيه الناس وقع بعضها وعملين يتخن طيب الابوكراين سويت جلانس طبعا فيها سيكريوتري جورشان وبرضو فيها كوندكتينج جورشان هنا انك كانتو تايبز اوف سيلز هنا وان طايف اوف سيلز كلير ولا دارك محدش وصفها ان هي كلير ولا دارك لكن هي وان طايف اوف كوبويدل سيلز يبقى دي بنسميها الابوكراينج ايه اللي عرف منها ابوكراين جلانس طبعا موجود الهير فولكي السيبيشوس جلانس موجودة في الديرمية بالسينسكين مسي Bridger AhiON سيكريوس سيكريوتري جلانس مش موجودة في السيكس جل ل...I promise وعمرك لا شفت ايدك تبقى واكسى ليه اللي انك فيش فيها سيبيشوس جلانس الحاجExеп 효ائع الثانيةоб الحاجة التاني سيبيشوس جلانس تقرائي على هير فولك لعمرك لا شفت ايدك يبقى فيها هيرفولك ل�� شان كدا بنقول السيبيشوس جلانس موجودة في الديرمية بالسينس veern سكريوس كين بشبه الكور أدي سيمبل ألفلر جلاند هولوكراين جلاند يعني السيكريشنز عشان تحصل لازم يحصل الخلايا بتاعتي تتدمر السيكريشنز السيكريشنز السيكريشن بتاعت الورسي السيكريشن بتكيب الثاني سكين والهير بتاعه صفت وبتشتعل كمان كووتر برو كيبقى لما اتعرض للووتر بتحمي الإباديرمز بتاعي من الماء دي اللي هي يبقى فيها سيكريشنز وفيها وفيها عبارة عن سيمبل ألفلر جلاند وعرفنا يعني ليه هي ستراتفايد إبسيليم نبص كده مع بعض ده الإبسيليم اللي هو أول اللي هتقابل بيزل سيل بعد كده فيه لارجل لارجل راوندد سيلز بعد كده فيه السيلز اللي موجودة في السنتر دي اللي يحصلها تجنريشن وتطلع السيكريشن الخلايا دي لما يحصلها تجنريشن ويطلع السيكريشن الخلايا دي يحصلها تجنريشن عشان بردو يحصلها تجنريشن الخلايا البيزل دي حيحصلها تجنريشن عشان تتحول لراوند السيلز وهكذا يبقى أنه محتاج هنا استراتفايد إبثيليم الكندكتينج بورشن لانه هيفتح على الهير فوليكل فهيبقى كافرد باستراتفايد اسكوامس إبثيليم يعني انهي نرى بإنتقر دي الأبو كراين سويت جيلاند ودي سيبيشيا سويت جيلاند يبقى لو حبينا اللخص الملخص حيطلع عند إكراين جيلاند والأبو كراين جيلاند هنا كتبتش الفرق ما بين السيكريتور بورشن هنا والسيكريتور بورشن وده مهم جدا حاجات ثانية انتكلم عن السيبيشياس جيلاند كلمتين اثنين والسلام عليكم يبقى لما نيجي نشوف كرينيكل هل ممكن استفاد من المحاضرة دي كرينيكل هل البكتيريا لها دور؟ الحقيقة المعظم العلماء بيبرقوا البكتيريا من حكاية الاكني دي علشان كده بيقولك ان انت بايوتك مع الاكني افنو كليميكال امبورسيا ما تديش موافضة حقيقة لما تشوف حب شباب لان الموضوع مالوش علاقة بالبكتيريا لاحظ ان هو بيجي من سن من 9 ل11 لكن ممكن يجي بعد كده ممكن يستمر لفترة اطول من كده ممكن اصلا يبدأ بعد كده في حاجة اسمها يوريا فروست السويت جيلان بدل ما تفرز وطر تفرز يوريا تفرز يوريا ليه اصل الكبن بتاع المريض بتاعتي تعبانة مش عارفة تفرز يوريا وانا عايز اخلص من يوريا فشيء طبيعي ان السكين هيساعدني في الحكاية دي اليوريا لما تطلع على السكين تنشب بالشكل ده فتعملي فروست بالشكل اللي هي كما لو كانت قطع من التلج يعني بسميها يوريا فروست وبتبقى لها ريحة معينة او ريحة مميزة اكيد عارفنا الاجابة ان الاجابات سهلة ونرجع مع بعض في النهاية احب اقولك يا رب المحاضرة تكون مفيدة وان شاء الله نتقابل مع محاضرة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته